السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا لهذا اليوم نريد ان نطرح سؤالا كبيرا يؤرق الكثير مننا هذا السؤال كيف يمكن ان تكون اغنى الناس الذي سوف يجيبنا عنه هو سيد الخلق حبيبنا رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة كان مع صحابته ولاحظ بان الناس يتحدثون عن الدنيا يتحدثون عن الغنائم يتحدثون عن الثروة يتحدثون عن المال الزائل والمتاع الزائل فارد ان يربيهم ويؤذبهم ويعلمهم فوقف بين صحابته وقال ايها الناس من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن هو نفسه او يعلم من يعمل بهن فقام سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه فقال انا انا يا رسول الله انا قال ابو هريرة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فعد خمسا اذكر خمسة الامور شد بيده اولا ودك المسك باليد يعني كأنه ثقة من نفسه وطيب نفسك فقال له لك تكون اغنى الناس عليك بهذه الخمس قال له اتقي المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كترة الضحك تميت القلب هذه هي وصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لابو هريرة ومن خلاله للصحابة الذين كانوا حاضرين ومن خلاله لكل الامة الاسلامية الى قيام الساعة كلنا في امس الحاجة الى هذه الوصايا والتعاليم النبوية التي يمكن ان تغيرك من الداخل تغيرك من الباطن فتشعر في الحال بانك من اغنى الناس وهو ما يسمى بالغنى النفسي الذي يعطيك الشعور بسرور القلب وراحة البال اغنى الناس من هو هو من رضي بما قسم الله له وكان عم في ايد الناس في زهادة هذا هو الغني الغني لا ينظر الى ما عند الناس ولا يتتبع هذا وذاك ماذا عنده وانما هو يرضى بالذي قسم الله له حتى القضية في الاخر وفي الاول هي قضية قسم ونصيب ربنا سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه وهذا يعطيه الكثير ويعلم اسرر ذلك وهذا يعطيه القليل وهو الحكيم العليم فالذي هو غني يرضى بما قسم الله له ولا ينظر الى ما في ايد الناس اما الفقير من هو فقير افقر الناس هو من لم يرضى بما قسم الله له ولو يعطيه الله الملايين ولو يعطيه الله الرتب العليا ولكن عمر ما كان راضي غيبقى دائما فقير افقر الناس من لم يرضى بما قسم الله له ثم تجده يمد عينيه الى الاخرين تبع هذا اش عنده شف هذا في نصل شف الاخر علىش حصل كيتبع كل من الناس كل بعيونه ربنا عز وجل نهان عن ذلك وقال لنا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى الله تعالى يقول لك هدو كل ناس اللي حاسدهم وتابعهم كتقول هذا في نصل وهذا ششح الجمع والاخر اجدار لعل ذلك قد يكون رزق من الله حقا وقد يكون ابتلا لان رب قلنا لنفتنهم فيه يقدر يكون فتن لهم والعياد بالله وانت رب عز وجل حماك وانقادك ولم يعطيك مما اعطاهم حماية لك هذه الاية كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ويطأتئ رأسه وكان الصحابة رضي الله عنهم حينما يقرأون القرآن ويمرون عليها في سورة طه كان الكثير منهم تدرف عينه ويرتعش ويرتعيد لان كل واحد عنده في قلبه رغبة فيقمعها كيقمع ذلك الرغبة اللي في القلب دياله ويحرص على ان يكون من الراضين بما قسم الله له ولا تمدن عينيك الى ما متعن به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى اللي بغي يجمع الرزق الحقيقي هو رزق الله لانه خير عظيم وابقى يدوم ولا يفنى ولا يبيد قضية الرضا نحن في امس الحاجة اليها في وضعنا الحالي الناس عندهم هموم كثيرة والنفس البشرية لها مشاغل متعددة والصدور تبدو ضيقة كيف يمكن ان نحقق الاستراحة الاستراحة لن تجدها في دواء ولا في علاج سوى انك ترضى بما قسم الله لك فالغنى في النفس والراحة تكون في البال والذي لا يرضى بذلك فهو الذي يظلم نفسه يكون على الدوام في شد وجدب مع نفسه يكون على الدوام في كدر وضيق لا بد ان نحقق في قلوبنا الرضا ما هو الرضا قبول حكم الله في السراء والضراء لدها درها مولانا يا مرحبا في السراء والضراء هذا هو الرضا طبعا ليس معنى الاستسلام للواقع نعم لا بد من الاصلاح والسعي لتغيير الواقع والاخذ بالاسباب بحال انسان مريض مثلا يسعى الى التداوي من المرض الى كان فقير يسعى وراء الرزق الى عنده ضرر يسعى نحو دفع الضرر لان الاستسلام هو الانهزام ما هو الاستسلام هو الذي لا يبدل اي جهد ولا يأخذ بالاسباب هذا كتسباء استسلام اما الرضا فهو كتتاخذ بالاسباب بل تستفرغ الوسع وتضاعف الجهدة وتأخذ في الاسباب لتحقيق الهدف لكن ما وصلتيش كيغندير هنا كيجير الرضا مثلا طالب كيقرأ في المدرسة وحفظ ولكن لم ينجح شاب خاط ديبلومات ومن بعد ترق الابواب بقي ملقاش عمل هذا كدرج هدوء انسان تزوج ولم يرزق بالولد رغم سعي للعلاج فما عليه من شيء انسان شحال هو كيخدم سبع صناع ولكن ديم فقير وعنده ضيق اليد ذلك امر الله فوقدي الاسباب اولا ويستفرغ وسعه ولكن الى الى ربي عز وجل قدر لك واحد النصيب واحد الحد ترضى بما قسم الله لك من غير جزع ولا ضجر ولا سخط ربنا عز وجل دلنا على قضية من خلالها ممكن ان نستغني وممكن ان تأتينا الارزاق فضلا من الله ودلنا على شيء ممكن ببساطة جميع الضغوطات والضيق سوف نجد منه مخرج من كل هم من فرج كان عبدالله بن مسعود يهتم بقضية الرزق سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان فقير وعنده تسعادية لبنيات وكان ضرب مع الرزق ما عنده زهر كيخدم حتى هو كيثق بكري مع السروية وكيمشي للسوق وكيتزحم وكيتعب وكيشقى ولكن رزقه قليل دكش اللي كيجيبه كيديه البنياته ما كيقدمش والبنيات خصومت زوجه وخصوم مصارف كثيرة فكان يبحث عن طريقة يستغني بها وتأتيه الارزاق وكان حافظ لكتاب الله وملم بتفسيره فإذا به يكتشف سر الرزق فقال لهم أيها الناس إن أسرع آية في القرآن فرجا هي قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال لهم هذه أسرع آية في الفرج بطي ربي يفرج عليك الآن الآن غد يجي الفرج بإذن الله إلا عندك الفقر ربي عز وجل الله غد يرفع عندك الفقر ويرزقك من حيث لا تحتسب إلا عندك مشاكل في المحاكم ومشاكل مع الأولاد مشاكل في الأسرة مشاكل في العمل إن شاء الله تعالى سوف يأتي المخرج يجعل لك مخرجا أسرع آية في القرآن هي هذه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الإنسان حادة كبحة على الرزق وكيد بأن الرزق دائما هو المال قد يكون الرزق صحة وعافية وقد يكون الرزق راحة بال وقد يكون الرزق محبة بين الخلق وقد يكون الرزق إيمان في صدرك مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابة مجموعين فطلع عليهم وعلى رأسه أثر ماء كالمسجد النبوي حداه البيت النبوي خرس بن النبي من البيت وقالوا إلى المسجد وعلى رأسه أثر الماء فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس فرحان شفوا يا الله توضاه يا الله تاسل أميق وفرحان قالوا يا رسول الله نراك طيب النفس قال أجل والحمد لله ثم بدوا الصحابة كيتكلموا على الغنى بحل عصرنا هذا الناس كيتكلموا على الرزق كيتكلموا على الميزانية كيتكلموا على المديونية الخارجية كيتكلموا على قلة الوظائف كيتكلموا على أزمة البطالة كيتكلموا على غلاء الأسعار هكذا الناس أيام زمان وسيبقى هكذا الوضع الصحابة بعضية تنققوا كيخضوا في ذكل الغنى في المشاكل الأسواق ديانهم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى وطيب النفس من النعم ذكرهم يلجوش كلمة وانطلق انصرف خلهم يفكروا فيهم الغنى مزيان كل شيء يبغي يكون غني لا بأس به لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى اتقى الله الصحة عندك السمع والبصار وعندك الاعضاء كلها سليمة انت اغنى 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 الناس والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعم الناس يغفلوا عليها تكون نفسك طيبة تشعر بنفسك بانك الحمد لله شبعان مرتاح ما عندك مشاكل ما عليك ديون ما مضرب مع حد ما بغي والو ما عندك شو ما خاصكش ومرتاح ومصالح مع نفسك ومصالح مع المجتمع ومصالح مع العائلك تقول لغد الحمد لله هذا هو الطيب النفسي من اجل النعم بل هذا هو الفلاح الحقيقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة من لك يكتر اللغط ويكتر القيل والقال يقول لهم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقال نعى الله بما اته قد افلح الفلاح الحقيقي لبغى الفلاح انه اسلم لله تعالى ورزق كفافا الله يجعل بركة عدنا واحد رزيق قليل ولكن بركته كثيرة الله يجعل بركة في الكفاف والغنى عن الناس وقنعه الله بما اته كتلقى قانوع ما يبقى يش كي يقول لهم انا يا رزق قليل دكش يقسم ربيه وهذا هذا هو اغنى الناس كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول هاد الكلام ويكرره في محافي المتعددة باش يغرس في قلوب الناس هذه المعاني باش نتجاوزوا الصراع منطق الصراع وهذا الخصام والموايقع في العصرين هادا كتلقى الناس بحالة فقدو البوصلة الكل تا واحد ما عاجبوش حاجة وكل واحد كيلغي بالغاه كتدخل مواقع التواصل الاجتماعي ضغيقة تسدها كتقول ما ما بقى ما يتشاف كينغير الكلام لنقد اللاذع احتى واحد ما راضي على الوضعية واحتى واحد ما مرتاح في حين ان احنا الخير اللي بين الدين كثير وكثير بزاف ولكن بيننا وبينه حجاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل للسوق ولقى الصحابة هكذا كوضعنا مخاصمين وكين نقضك ويجي عندهم ويقول لهم ايوا الناس من اصبح امنا في سربه معافا في جسده عنده عنده طعام يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافرها ذكرهم وذكر نحن جميعا من خلالهم اللي اصبح امنا في سربه فقمع الصبح لقى الامان مكين لا حرب مكين لا قطة طرق مكين لا زلزال مكين لا اعصار مكين لا تسونامي مكين لا حر شديد الحمد لله الامان من اصبح امنا في سربه معافا في جسده الحمد لله الجسم دياله سليم وخمرت شوية مهلوك مكين بس ولكن ماشي من تحت حمسالي وعنده طعام يومه يعني كالوح البركة عنده ما زال يقضي بها يومين تلتيام عنده ما زال الميزان يقضي بها فكأنما حزت له الدنيا بحذافرها دبرا كل مواطن منا ولله الحمد عنده هاد نعم وهو لا يدري عنده نعمة الامن والامان الحمد لله في البلد وكل واحد منا حمد لله سليم وخاكم بعد تعافي الجسم هذا السكر طالع هذا التنسيون نظر الركابي هذا مرض عادي مرض العصر معافا في جسده عنده طعام يومه شكون دبا اللي ما فينش عنده عنده الادخار ديالشهر وشهرين ما يخدمش شهر وشهرين وغية كل كلنا عندنا ليه عنده هاد الخير كله فكأنما حيزت له الدنيا بحداثرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة كيش مع الصحابة وكيحاول ما أمكن يغرس فيهم هاد شي ثم هو يوجه الخطاب للأغنية والأقوية والناس اللي في السلطة والناس اللي في المقام العالي قال لهم أنا غنور لكم باب للرزق والنصري والضفري وحد باب عظيم هادوك الأقوية والأغنية كلهم شرأبت أعناقهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ثم يقول لهم كررها أيها الناس هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم كيوجه الخطاب للأغنية وكيوجه الخطاب الناس اللي في السلطة والناس أصحاب القرار كيقول لهم هدى باب من أبواب الله اللي بغي يعطي الله الرزق باستمرار واللي بغي يعطي الله النصر واللي بغي يعطي الله العزة باش غادي يبدأ غايل تافت إلى الضعفة إلى الفقراء ويحرص على أن يعطيهم مما أعطاه الله وأن يستخدم القوة والمقام والسلطة اللي يعطاه ربي في خدمة الآخرين وهذا غايل يكون هو السني الحقيقي السني الحقيقي الذي يحب سيدنا النبي ويستن بسنته ويحب حق المحبة اللي فيها الصفة أنه يبغي الضعفاء والفقراء أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بهم بالمقابل هو يتكلم عن الفقراء هو يتكلم عن ناس اللي كانوا لقد الحال اللي كان داي من منطق السرع فيما بينهم هذا الصحابة رضي الله عنهم ونفس المشكل لكان أيام زمان رو في زماننا وسيضل في كل زمان لهذا أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تبقى دائما نوحي نوراني في كل عصر وفي كل مكان وفي على مر السنين والأعوام ماذا قال النبي الكريم للفقراء قال لهم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ما تبقوش دائما تقلبوا للأحسن منكم وتقول شوف فين وصل دار الفيلا دار الطموبيل دار الكونتبونكير راه فعل كذا صافر هنا بتوقع شوفه بزاف غتعي ولكن بالمقابل شوف مسكين ذاك اللي ما عندوش ذاك اللي زاكن واحد سكنة مهلوك واللي رزاق عنده قليل أو صحته ما عندوش وهو نعم الدنيا كلها من أولاد وخير ما هذاك اللي غد شوفه غد تحس بأن الله فضلك وأن الله تعالى أكرمك وأن الله تعالى رفع من شأنك انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم النس عادة كتساروا على قبل رزق كل شي بغير يعد غني غني بالمال وكينس بأنه ممكن أنه يكون غني بالنفس لأن الرزق دي المال ره مكتوب غير تهنوا أيها الأحبة الكرام هذه قضية مهمة أرجوكم أن تعتقدوها وتقتنعوا بها قضية الرزق هو قدر مكتوب مسجل أصاف رفعة الأقلام وجفة الصحف لا تستعجل إن تأخر ولا تندم إن تقدم إنما هو مكتوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله الأجال مكتوب حتى الرزق مكتوب الأجال من اللي يجيك رهوك يتم جين عندك ويقبض روحك كذلك الرزق من اللي يجي الأجال دياله رهوك يجي عنك ديالك خذني إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله وفي رواية قال إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجل رزقك كون مطمئن حتى قال لهم سيدنا النبي وحد مرة صاحبا ما صدقوش قال لهم هذا الكلام ما صدقوش ويعود قل لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هارب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت رزقك مضمون غير كون مطمئن ربي عز وجل لا شيء قدره عليك ملت لت في بطن أمك حتى سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين نفت في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها رزقك هذا قرار من السماء إن الروح الأمين يعني جبريل نفت في روعي وحيون السماء أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها لكن بعض الناس يقول لك أنا رزقي راني اتقارت عباد الله اتقارت رام كلي يبغي هاجر وكلي يبغي انتحر وكلي يبغي يدير انقلاب يقول لك لا فكر رجوية هذا الرزق علش انتهي بالضبط الرزق عندك قليل علش؟ وش عمرك ما سوولت نفسك؟ عادة الإنسان لي يجلس مع نفسه وسوول علش أنا الرزق ديري قليل غادي يلقى بأن الجواب بسيط وواضح أن الأرزق تزداد بطاعة الله وتنقص بالمعاصي أي واحد فين مع نفسه احتى يكون في الليل يسد الباب ويدخل الغرفة دياله ويحاسب نبفي نفسه غادي يلقى بأنه إلا كان الرزق والخير والبركة والسعادة غادي قارى راماشي كتجي بالفهامة وكتجي بالديبلوم وكتجي بالكوت بيستون لا لا كتجي بالطاعة والابتلاءات في العادة كتجي بالمعاصي فكيقول الإنسان يسأل نفسه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته فاخدوا محل ودعوا محرم لأن البعض يقول لك أنا خسنين نخد أنا خسنين نوصل وكي يقدر يسلك مسائك محرمة ربي عز وجل قال لك لا غير تمسك بالطاعة واجتنب المعصية واطلب الرزق بالحلل فإذا استبطأ عنك رزقك إياك أن تطلبه بالمعاصي الصرقاء الرشواء الرباء أكل أموال نس لا فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته فاخدوا محل ودعوا ما حرم أيها الأحبة الكرام هذه مجرد وصايا قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لنا جميعا وهي كفيلة بأن من استوعبها وأخذها بصدق ونية تغير ما في نفسه وتعطيه غنى النفس وسوف يكون إن شاء الله مسرور القلب مرتح البال ثم سوف إذا تتبع واتبع هذه الوصايا النبوية الشريفة فإن الله جل جلاله يفتح لك أبواب الرزق ويرزقك من حيث لا تحتسب السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله